يخوت سمير الشريف معركته وحيدا مع المحتل وسلاحه سجلات النفوس العثماني وهو الإحصاء الذي جرى للقرى والبلدات الفلسطينية من عام 1903 إلى 1915 طريقة وجدها في أثماء بحثه عن تاريخ عائلته وأثماء أجداده وانطلق بعدها ليشكل سلسلة كتب عن 48 بلدة في قضاء غزة سلسلة يستطيع من خلالها الفلسطيني معرفة جذور عائلته التي ولدت ودفن رفاتها في الأراضي المحتلة نحن نقول أن هذه الكتب تأكد لشعبنا وتأكد لأبنائنا والأجيال القادمة أن أجدادكم كانوا موجودين في المجدل وفي بربرة وبطيمة وتل الترمس والجية والجورة والزدود والفلوجة وغير من القرى الفلسطينية وأن هذه أجدادكم مدفنين في هذه القرى نقول للأجيال القادمة أن رفات أجدادكم موجودين في هذا الطراب في هذه القرى وهذه تأكد على التمسك بحق العودة أنهى الباحث توثيق عشرة كتب وعشرة غيرها قيد التجهيز وهي باتت تعد وثيقة رسمية هي الأولى من نوعها في فلسطين مهمة تولاها بمفرده لكنها بحاجة إلى دعم من جهات رسمية استغرق الباحث وقتا ليس بقليل في عملية البحث عن أصول وجذور العائلات الفلسطينية عملية أيضا خاضها لاقتناء قطع تراثية أثرية تعرف سمير إلى زوجته الفلسطينية في بلغاريا خلال تعليمهم الجامعي واستقر في غزة بعدما جال في عدة بلدان استثمر الزوج الستيني رحلاته وجمع خلالها مقتنيات فلسطينية وعربية وأخرى من دول أجنبية هواية حول بها منزله إلى متحف يلفت أنظار الزائرين نحن كنا نسافر أو سافرنا بالأحرى لأكثر من مكان سافرنا لمصر للأردن للضفة لبلغاريا في أي مكان من هذه المناطق كان يتواجد فيه من هذه القطع الأثرية الموجودة حاليا عندنا في البيت كنا نلغيها بطريقنا كان الدكتور يحب يحتفظ فيها في البيت كنا نأخذها ندير بالنا عليها بدها رعاية أكيد بعد ما تجمع كمية من هذه الشغلات عندنا صار تقريبا زي متحف صغير موجود في البيت حاليا وسط هذه القطع ليس غريبا أن نجد جوازا فلسطينيا صدرا في زمن الانتدابي لبريطاني وغيرها من التراث الفلسطيني كالأثواب والآلات الموسيقية والأواني المنزلية ومفاتيح البيوت قديما شرق شهين تلفزيون سوريا قطاع غزة